السلام عليكم. بمناسبة عرض الاشغال تعالى المحطة تعالى الدفع المسبق الموجودة في طريق سيار شرق قرب على مستوى وليت غير زين اللي لا نشوفو فيها الان. سوف نعرض عليكم بعض الحقائق حول هذا المشروع. حسب يعني المقاييس اللي اه معمول بها واللي تم الموافقة عليها من طرف السلطة الجزائرية. انجزت بموجب هذا القرار ما لا يقل عن ثلاثين محطة للدفع المسبق عبر اه وما قلنا المداخل وانتع طريق سيار هذا في كل اه ولايات اللي مرة لها طريق سيار. لكن الى يومنا هذا لم اه تنتهي الاشغال اغلبها انتهت الاشغال بها. بعض منها ما زال قيد الاشغال. ولكن اه القانون الذي اه سوف يسير هذه المحطات. الستسيان دو بياج. اللي سيرهم ما زال لم يصدر اه اي مرسوم يخص با اه يعني استغلال المحطات الدفع المسبق. اه الى اه الى طلع دخلت في 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 الخدمة اه سوف اه تسبح طريق سيار. شغال غرب سوف يصبح با اه يعني اه الانسان يدفع فهي يدخل الطريق السيار. تقرر في اه ما مضى انه الدفع سوف يكون حوالي اه دينار واحد للكيلومتر. يعني مئة كيلومتر هي مئة دينار للمئة كيلومتر. هذا والسعر اللي كان اه متفق عليه لكن ما زال لم تدخل هذه المحطات في الاستغلال. واحدة من اه واحدة من الاسباب هو انه المحطات لم تكتميل كلها. لازم على المحطات ان تكتميل كلها باش تبدأ عملية الاستغلال انت هذا المحطات. وثم في مرحلة اخرى تانية سوف اه تدخل اه يعني هذا يعني سوف تنشأ محطات للدفع المسبق في طرق اخرى طريق اه شامل جنوب وفي طرق يعني لتعام كل طرق سيارة اه موجودة في الجزائر. وانا اشاطر هذا الرأي وانا متفق ان تكون يعني الاستغلال الاستعمال تحت طريق السيارة لابد ان يكون فيه دفع اه للصاحب السيارة والمركبة لاستغلال الطريق. لانه هذا الطريق كل هالطرق يعني تصفها عامة شبكة انتع طرق السيارة في الجزائر. الان تبلغ حوالي سبعة الاف كيلومتر. بدون ما نتكلم عن الطرق الطرق المزدوجة. كل هذه الطرق تتطلب اه يعني اه تكلف من ناحية الصيانة انتعها. لابد ان يكون فيه الدفع من المستعمل يعني يعني الوطوموبيلسة ولا رح يستفاد من هالطرق السيارة. لابد عليه ان يدفع يعني ثمن استغلالها. وحبذا لو هذه المحطات انتع الدفع المسبق تكون فيها اه 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 دي مينيستاسيون دو سيرفيس. يكونوا فيها محطات لي اه يعني توفر خدامات يعني بالموازات لاقتناء الحاجيات يعني مسجد للصالات. امور اللي يحتاجها السائق اه اه او يعني المسافر مع هذه المحطات انتع الدفع المسبق. ونعلبنا بغض النظر انه فيه كذلك حوالي اربعين محطة تاع خدامات موجودة عبر كل طريق سيارة الشرق. يعني الاستاسيون سيرفيس ولا الاستاسيون د دروبو ولا المحطات اللي الراحة موجودة كذلك هذا كل هذه يعني الهياء كلمشاءات المرافقة لطريق سيارة وللطرق سيارة بسي فعما هي جدا مفيدة وجدا اه بارورية لراحة المواطن الجزائري. اكتفي بهذا القدر والسلام السلام عليكم